سلام عليك. في سؤال بيقول الناس اللي بتحب البرمجات الحرة وبتحمسوا لها ازاي هيدافوا عنها في مقابل البرمجات الامتراكية. طيب الفكرة على المصادر المسطوح ان هو بيسمع المستخدم انه يغير ويعيد نشر البرمجيات بحس تكون اقصر قوة ومسقية. ويمتطور برمجات المملوكة بش بالضرورة ان هم يكونوا غير اكفاء بالعكس ما بيعانوا برامج قوية لكن هو بيش بيحترم حرية المستخدم. فالفكرة كلها ان 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 مدافع عن البرمجات الحرة بيقول البرمج بتاعك حلو قوي بس بيش بسبب حرياتي. فما تنزهش من حرية ان انا اشتريت برمج اقدر اديه للأصدقاء وادر اديه لابني. يعني البرمج اللي امتلاكي بيقولك ان انا اشتريت برمج بش بحاجة تديه لابنك. حتى لو لعبة. ففي فرق بينهم. طب خلينا نشوف مثال ان في يعني شفرة الكود بهذا البرمج دي عاملة زي طريقة عامل للأكل. فانت ممكن تفكر ازاي ممكن اعدل الوصفة دي عشان اشير منها الملح. فالطاهي الشيف الكبير يقولك انت ازاي تنتقد الوصفة بتاعتي دي بتاعت افكاري لازم تاخدها ازاي ما هي ما تدارش عدل فيها ما تدارش ان انت تصلح لها. طب انا الدكتور بتاع بيقول لي ان انا مكنش ملح اعمل ايه? ايه راك تشير للملح? اقول لك طب انا عايز بقى تديني داعش الفلوس. فمقابل ان انا اعمل لك الحاجة دي. فهو احتقر التغيير واحتقر الوصفة الكود. فبيفرد السعر اللي هو عايزه. تمام? وهو يقول لك طب انا اعمل لك بعد سنة سنتين. ليه? لان هو عارف ان شافة الكود دي بيش متاحة و بيش قانونا ان حد يعادل فيها. ففي عديد من البرمجات اللي هي الامتلاكية تبقى ممكن تكون فري. او ممكن تكون فترة معينة فري. بس هي مازالت امتلاكية. ما تقدرش ان انت تشعرها مع الناس. فهي بش فكرة فلوس بس. فكرة شافرة الكود. سورس كود دي متاحة او لا. فالبرامج الحرى لو ده تبقى اوبن سورس. هتلاقي عشرات ايه? ملايين البرامج الحرى المتاحة و اغلبها بدون ثمن فري. وتقدر ان انت تدفع مبلغ بسيط في مقابل ان انت تحصل على السورة مثلا عليها البرامجات ديت او ان انت تحمل الحجنان تايزة. فالاختلاف في الفلسفة هي اكتر في شافرة الكود وليس هدف تجاري. فالبرامجات الامتلاكية ساعة منها بيكون مجاني وساعة البرامجات الحرى يكون منها بفلوس. بس يا الاساس معانا شاف انت كود متاحة ولا لأ? لان ده هتيح لك ان انت تتعلم يتيح لك ان انت تأكد انه مفيش اي شافرات تجسسية وهكذا. لان البرامجات الامتلاكية هي مغلقة. تمام? فالشافرة المصدرية دي تطلبها للدجاجة اللي بتبطلهم ده. فعشان كده هو مش بيحب ان هو شاركها مع الناس. فوتقييم سعر المنتج بالنسبة لهم بش خاضع لفكرة تكلفة الانتاج والابحاث ومرتبات البرامجات. لأ حقيقة ما انت حاجة سوق. ممكن يكون مكلفوش حاجة. بس سوق محتاج الموضوع دوت فهو يفرد السعر اللي هو عايزه. وممكن نسرف عاية كتير في الدعاية. يكون اغلب اللي الصرف على الدعاية وليس على تطوير البرامجات. البرامجات حرة كثير منها. شركات بتطور الحاجات والاف المتطوعين موجودين وكل واحد مثلا ممكن يكون واحد معرفة البرامجة بس بيبدأ يقول رأيه وبيبدأ يقترح ممكن يشارك في في الترجمة بتاعت البرنامج. والغاية ده وقت فكرة البرامجات الحرة منتشرة وناس كتيرة بتنضم لها كل فترة. هو باعتمد على تاحت الشفرة والسقر سقود للبرامج بتاعتها مثلا خمستاشر جيجا بينما برنامج تاني زي البلندر واخت ستمية ميجا مثلا. تمام فا يعني ادوا تقريبا اربعين مرة حكا زي كده. ليه لان هم كل شوية بيحاولوا يشوفوا اي شفرة طويلة يحاولوا انهم يختصروها. كله بيطلع على الكود وكله بيطار فيه. ففكرة الملكة الفكرية مش مهمة بالناس بالناس اللي شغال في البرامجات الحرة. لان كل المبرمج بيسام بقدر ضئيل في البرمجة. وفي الاخر كله بيحصل على البرنامج كامل بغير ما يدور الاخرين. فهي البرمجات الحرة اللي هتعتبر مشكلة اخلاقية زي ما بعض بيعتقد او اعتداء على حقوق البرمجين. فالمبرمج اللي بيفعل رخص البرمجات الحرة هو بيستفاد من كل الناس اللي بتكتب معاه في شفرة الكود. فتعتبر جنة المبرمجين وبتقدر تطلع على شفرات كتير جدا وتقدر تتعلم منها اللي انت عايزه. طيب هل مسموح بالاستغلال التجاري? مسموح ان انت توزع البرمجيات بفلوس وتكسب منها ممكن تستفاد من خدمة مابعد التوسيع ممكن تستفاد من انت من دورات تقديمية اصدار مجلة متخصصة تعمل خدمات زي ان انت تطور حاجة معينة كل كلام ده مسموح به بفوش اي مشغل خلص